بتوجيهات القيادة المملكة تواصل رسالتها الانسانية وريادتها في العطاء باجلاء رعاية الدول الشقيقة والصديقة من السودان فمنذ بدء عملية الاجلاء تم اجلاء 356 شخصا منهم 101 سعوديين و255 من رعاية 26 دولة المملكة قادت العالم في واجهة تحدي اجلاء الرعاية في ظل الظروف العصيبة والمخاطر المحيطة بالعمليات وبالجهود الدبلماسية والعسكرية لوزارة الدفاع تحققت نجاحات قياسية لعملية الاجلاء البحرية نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية باسناد من مختلف افرع القوات المسلحة وفي صورة مثلت اسمى معاني الانسانية والتلحم البشري ظهرت مجندة سعودية من منسوبات وزارة الدفاع وهي تحتضن طفلا صغيرا قادما على متن سفينة الاجلاء السعودية من السودان الى جدة عملية اجلاء المواطنين السعوديين ومواطني دول اخرى من الاشقاء والاصدقاء والملحمة البطولية التي نفذها ابطال الجيش السعودي تؤكد ان المملكة لديها قائمة طويلة ومواقف مشرفة اتخذتها القيادة عاصرة حروب واوضاع غير مستقرة لم تهز جهودها الانسانية ومواقفها الثابتة ترجمة نانسي قنقر